بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مهندس احمد فكر محمود مركز شمكة معلومات الجامعة تصيب يريد حضراتكم لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك اتفاعلوا زر الجرس اشتركوا في القناة عشان يصلكم منا كل جديد والنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نبدأ ان شاء الله حضراتكم ان شاء الله النهاردة نكمل الدوالة بتاعت الاكسيل اللي احنا نستخدمها عشان نخلص الاكسيل النهاردة ان شاء الله احنا اخذنا في المحارات السابقة المبعات الربع سنوية بالمليون المبعات في شهر يناير وفبراير ومارس في افرع شركات القاهرة واسيوت وسهاج وتعلمنا حضراتكم الدوالة ازاي نجيب توتل المجموع الي هي الدالة sum الي بيسوي sum وافتح قوسين كده واكتب المدى في النص واخدنا الدالة average حضراتكم الي بيجيب المتوسط واخدنا الدالة maximum الي بتجيب اكبر قيمة في المدى المطلوب واخدنا الدالة minimum الي بيجيب اقل قيمة اقل قيمة في المبيعات يعني هنكمل ان شاء الله باج الدوال. انا اخذ الدلة حضراتكم كونت. لو كتبت الدلة بالشكل ده هيساوي كونت. بكده افتح قوس. بكده اكتب المدى حضراتكم مثلا الخلايا دول. من دي خمسة الى دي سبعة. هيعدي لي عدد الخلايا اللي فيها ارقام. عددهم كام دول حضراتكم? تلت خلايا. فاللي مضغط انتر المفروض هتطبع لتلاتة. فبنفس الدلة حضراتكم لو كتبت كونت. من دي اربعة الى دي سبعة. يعني اخلي بالكم دي اربعة دي فيها كلمة جن. الحروف يعني. الى دي سبعة. الكلمة جن دي حضراتكم مش هيعدها معايا هيعد بس الارقام فقط. يعني برضو الناتج هيطلع كام تلاتة. يعني هيعد عدد الخلايا اللي تحتوي على ارقام. يبلغ اضغط انتر كده. هلاقي الناتج برضو جاب لي ثلاثة. ولان المفروض المدى كان اربع خنات. اربع خلايا. فالخلايا اللي فيها حروف ما بيعدهاش. بيعدل الارقام فقط. هناخد دول وقت ان شاء الله يدال لكوينت اي. دي بتعدل لحضراتكم الخلايا اللي فيها حروف وارقام. بكده افتح خوس. بكده اكتب المدى اللي انا ارقام. يبقى هيجيب للعدد حضراتكم اربعة. بيعد الخلايا اللي فيها ارقام والخلايا اللي فيها حروف. يبقى دال لكوينت حضراتكم بتجيب عدد الخلايا اللي فيها ارقام فقط. ما بتعدش الخلايا اللي فيها حروف. كوينت اي بتجيب العدد الخلايا اللي فيها حروف او ارقام مفهوم ان شاء الله تماما باشا اناخد الوقت ان شاء الله يدال لكونت اف تمام يا دكتور تمام حضرتك نفس الفكرة حضرتكم بتعديل الخلايا حسب شرط معين حسب شرط معين يعني هنا كتابت حضركم كونت اف وفتحت قوس يداني تلميح هنا بيقول لي وكده كومة كريتيريا الرينج يعني هو المادة اللي انا هشتغل عليه لانا هعده وكريتيريا حسب شرط معين فانا المادة حضرتكم كتبله الجدول ده كله دي المادة اللي انا هعده وبعد كده كومة الكريتيريا هقول له عدي اللي حسب الشرط ده اللي هو دي ستة يعني حسب ان الخلية بتساوي قيمتها كام دي ستة بسبعة يعني معنى الكلام ده عد السبعات الموجودة في هذا المادة كونت اف بتعد عدد حسب شرط معين يعني مثلا هندوقي في الفصل مثلا اقول عدي اللي الاولاد يبقى دي الشرط بتاعه دي الاولاد عدي اللي البنات يبقى ده الشرط بتاعه يعد اللي البنات بس يبقى حسب شرط ده معين تمام في عدي اللي هنا في المادة ده خدق من دي سبعة من دي خمسة الى اف سبعة حسب الشرط دي ستة دي ستة يحتوى على القيمة كام القيمة سبعة معناها يعدي اللي الخنات اللي فيها سبعات فقط فانا حضراتكم عندي فيه كام سبعة هنا في المادة اللي انا جدام ده حضراتكم موجود سبعة في الخلية دي ستة وسبعة تاني في الخلية كام اي سبعة يبقى لما اضط انتر يبقى عددهم اتنين لما اضط انتر يبقى عددهم اتنين يبقى كده جابل العدد ايه اتنين طب افترضوا حضراتكم انا غيرت المبيعات في شهر مارس في فرع كايرو وخليته سبعة يتلاحظوا الدل هنا بيجي تلاتة يعني عدد السبعات بيجي تلاتة طب انا غيرت الرقم ده مثلا اللي هو مثلا ده خليته سبعة برضو لحظوا الخلية اللي فيها كونت اف هتلاحظوا تبقى اربعة يبقى عندي دلوقت اربع سبعات يبدال لها كونت بتعد الارقام فقط الخلية اللي فيها ارقام كونت ايه بتعد الارقام والحروف كونت اف بتعدلي العدد حسب شرط معين مفهومة كونت اف هلو تمام بش منز تمام تمام هناخد دلوقت ان شاء الله الدل الاراوند الدل الاراوند اللي هي التقريب الدل الاراوند بتقرب للرقم حسب عدد الخلات العشرين اللي نعايزها يعني على سبيل المسال اكتب له كده راوند يساوي راوند اي دل اللي لازم تبدأ بيساوي وافتح قوس number اللي هو الرقم اللي هو ده مثلا ده عبارة عن رقم في كسر 45 ده الصحيح وبعد كده في كسر وبعد كده number of digit يعني قرب لي الرقم ده على ثلاث خنات بعد العلامة العشرية يبا حضر لكم يقرب لي ازاي فيه كم خانة بعد العلامة العشرية هنا في سبعة اربعة ستة يبا يجيب لي الرقم عبارة عن 45 و 746 ده الاقرب ثلاث خنات عشرين طب انا عايز اقربوا الاقرب رقمين حضراتكم يبا اكتب من النوم ديجيت اكتبها دي اتنين دي اتنين يبا حضر لكم يقرب لي الاقرب رقمين عشرين يتخلي بالكم انها الاربعة السبعين دون الرقمين العشرين دون وفي جنب الاربعة ستة يبا الستة دي عبارة عن اكبر من خمسة فالمفروض تضيف لواحد على الاربعة يبا المفروض تطلع كام 45 و 75 من مية لما ضغط انتر 45 و 75 من مية يبا تعرفين حالكم في الرياضة التقريب لما اجيب اجرب لاقرب رقم عشر او لاقرب رقمين او لاقرب رقمين او لاقرب رقم ثلاثة زي ما نعايز الخانة اللي انا اقرب لها حضراتكم لو الرقم اللي جنبيها خمسة او اكثر يبقى بضيف واحد على الرقم اللي على شماله وعلى طول طيب لو حبيت اخليها اقربها لأقرب رقم عشر واحد يعني لحد السبع دي خمسة واربعين وسبعة من عشرة يبقى اكتب هنا حضرتكم واحد واحد دي عدد الخنات الليل بعد العام العشرية فهنا الاربعة اقل من الخمسة فالسبعة دي مش هضيف لها واحد يطلعزوا حضراتكم هيقرب للمفروض خمسة واربعين وسبعة من عشرة دي لو كان تدينا راوند اللي اخدناها من شوية لو كانت الراوند الاولانية كان هيقرب لي بقى خمسة واربعين وسبعة من عشرة لكن دي اسمها راوند أب جنب السبع حضراتكم فيه أربعة المفروض ما زودش واحد على الخائة سبعة لو كان في الدالة الاولانية لكن دي راوند أب هيقرب لأعلى فالأربعة دي أربعة وسبعين إيه هو الأعلى قيمة الجريبة لها اللي هي تمانية من عشرة يعني تمانين من مية يعني تمانين إيه من مية يبا دي النبتش يطلع لي كم حضرتكم خمسة واربعين وتمانية من عشرة عشان قربتها لأقرب رقم عشري ودي أربعة وسبعين هيقربها للي تمانين الدل راوند داون بتقرب لأسفل بتقرب إيه لأدنى يعني نفس الدل هي هي خمسة واربعين واربعين نفس الرقم هو حضرتكم بس قربتها برقم عشري دي أربعة وسبعين من مية يبا يقربها لي لسبعة من عشرة يبا داون بتقرب لأسفل وأب بتقرب إيه لأعلى يعني تطلع لي دي خمسة واربعين وسبعة من عشرة مش تمانية من عشرة واضح لحضرتكم أنا أخذ الدل روبر حضرتكم دلوكت إن شاء الله جربت الدل راوند وراوند أب وراوند داون أيها دكتور كده تمام جاربنا تمام يا دكتور دكتور كرولس معايا أيها مع حضرتك ماشي كل سنة طيبة باشا ربنا يحب ربنا يخليك أنا أخذ الدلوكت الدل بروبر حضرتكم الدل بروبر دي بتعمل إيه حضرتكم بتخلي أول حرف من كل كلمة كابتل يعني كاتب هنا في الخلية آي سبعة كاتب أهمد فكري محمود كلمة كلها سمول الخلية آي سبعة لو كتبت بروبر بنقصين تيكست آي سبعة اللي آهمد فكري محمود لما ضد انتر هيخليلي الحرف إيه كابتل في كلمة أهمد وإف كابتل في كلمة فكري وإم كابتل في كلمة محمود بروبر بنقصين أهمد فكري محمود أول حرف من كل كلمة كابتل جربتوها الدل بروبر تمام حضرتك يا دكتور محمود تمام يا باشا تمام ماشا معلش هدن بس عندي المايك بس في مشاكل المايك في مشاكل وفيش مشكلة حضرتك ماشا شكرا وحضرتك العافية يا باشا أنا أخذ دلوكت إن شاء الله يدل لين لين دي اختصار كلمة لينس لينس يعني بيجيب لطول السلسلة الحرفية يعني هنا كتب له يساوي لين آي سبعة آي سبعة المكتوب فيها أهمد فكري محمود هيعدي لعدد الحروف دي كام حضرتكم تمام وهيعدي المسافات معاهم فيلاقي معددهم كام 19 يعني مثلا لو كتبت أهمد فكري محمود مثلا هنا كتبت أهمد بس مساحة البجين دول كده أهمد كام حرف واحد اتنين تلات اربعة خمسة يبقى النات اللي يطلع كام يطلع خمسة نعمل تراجع أنا أخذ دلوكت إن شاء الله الدل أبر والدل لور الدل أبر بتخلي كل الحروف كابتل يعني كتبتنا أبر آي سبعة آي سبعة وكتب فيها أهمد فكري محمود يبقى يخلي كل الحروف كلها هي كابتل الدل لور لور آي سبعة كاتب برضو أهمد فكري محمود يخلي كل الحروف سمون يعني لو كتبت هنا لور خلي بالكم لو كتبت الدلة وكتبت النص بداخلها لازم حطه بداخل تنصيص لبقى لور هتخلي كل الحروف أهمد يخليها كلها سمون أنا أخذ دلوكت حضرتك بتدل أبس اللي هي أبس اليوت أبس اليوت دي عبارة عن القيمة المطلقة يعني لو كتبت القيمة موجبة يسيب هذه النتج بتاعها تطلع القيمة موجبة لو القيمة سالبة هيطل حالة موجبة برضو يعني أبس يسوي أبس أربعة وخمسين لما ضغط إنتر تطلع بأربعة وخمسين برضو طيب أبس سالب أربعة وخمسين هتلاقي النتج تتحولولي إلى موجبة بتخليها أربعة وخمسين أهم حاجة حضرتكم في الدول دي نعرف وظيفة الدلة دي أهم حاجة في الموضوع كله يعني ممكن جديد سؤال في الامتحان مثلا الدلة مثلا ماكس مام دي الدلة ماكس يقول للخلية دي خمسة فيها تسعة والخلية دي ستة فيها سبعة والخلية دي سبعة فيها ستة الدلة يساوي ماكس دي خمسة إلى دي سبعة هيكون الناتج تسعة اختياري مثلا تسعة ولا سبعة ولا ستة ولا عشرين يبقى يقول اللي يجيب بتاعتها كام تسعة اللي يبجيب أكبر يقيم معلش هنوجف التسجيل لحضرتكم دول وقت إن شاء الله عشان إيه نشرح موضوع مهم جدا اللي هو الدول المالية